فعالية اليوم كانت استضافة للبروفيسور مصطفى كبهة للحديث عن الذاكرة الفلسطينية حتى نغرس نسترجع ماضينا ونغرسه بأبنائنا أنا دعي الطالباتي طبعا هذول كلهم طالبات من المدرسة في مجموعة أجوا على الكتاب الإبداعي والرسم طبعا هاي من أنشطة الصالون الثقافي بدنا نزرع الثقافي الوطنية بعاقل طلابنا ونستعيدها إحنا الكبار وننحني للقامات الكبيرة اللي كانت زمان حتى لا ننسى تحت عنوان لا ننسى أكيد هذا الشكل هو شكل من الأشكال بعزز بطريقته كل شكل له له وأثر المحاضرات لها أثر الأعمال لها أثر وإحنا في المدرسة لنا يوم الخميس القادم إحياء ليوم التراث طالباتنا اللي رح يشتغلوا الأكلات التقليدية اللي أهالينا كانوا يعملوها حتى جزء من طريقة الأعراس الحكاية الشعبية رح تكون عندنا بالمدرسة وجزء من الأدوات اللي كانوا يستخدموها وشكرا للتلفزيون لتغطية هذا وهذا الشكل من الأشكال بث الحس الوطنية في الطلاب وفي الأهالي بدعوا الكل يعني أبا أمهات حتى الأجداد ما يتركوا ثاني وما يغرسوها بعقل طلابنا الحكاية الشعبية باللي كان موجود بعزز الحس الوطني أنا شخصيا عشت مع ستة وكانت تحكيلي كيف لما ينتقلوا من حيفة لقاكون عصابات الهاجنة كانت تجي عليهم أنا ما قرأته هذا بالتاريخ لعلمات ستة اللي كانت تحكيلي فعصابت الهاجنة عصرتها ستة وحكيت لعنها بكتبنا كانت مغيبة أيامنا الشهادات المنقولة زي ما حكي لبروفيسور مصطفى هي مهمة جدا لازم نعيش مع الكبار السن نعيش معهم ما اش مع الآيباد ولا مع التابلت هذا الجوجل ما بعطينيها بس الأباء والأجداد اللي بحكوا ويعطيكم العافية وشكرا لكم شوف بدأ أشكر طالبات اللي لبوا الدعوة وأجوا سواء على الكتاب الإبداعي عن الرسومات وعلى المحاضرة اليوم كانت عن الذاكرة الفلسطينية وضرورة صياغة الذاكرة الجماعية الفلسطينية قد ومجمل الذاكرة والأحداث وما حصل في تاريخ الشعب الفلسطيني من محطات خاصة في كل ما يتعلق في الصراع الممتد من نهاية القرن التاسع عشر حتى اليوم وكل هذه المحطات وكيف بقيت في ذاكرة الناس وعقولهم يعني هو جزء من اهتماماتنا قضية العائلات وأصولها وقضية المبنى الاجتماعي والمبنى الطبقي لفلسطيني التاريخية في الحقب التاريخية المختلفة إن كان العثمانية أو البريطانية أو الحالية هل تستمدوا في أرشفتكم للمعلومات؟ يعني هناك أرشفات وهناك سجلات للمحاكم الشرعية وهناك رواية شفوية يتم جمعها من الأشخاص وتم جمعها على مدار سنوات شكرا